حاك شايف انه ده فرق الأجيال دلوقتي عن فرق الأجيال اللي قبل كده في التربية انه حايت من الأهلي بتكتهد انها توفر كل شيء فلما بيجوزوا تحملوا عباء اقتصادية يعني سبت ما كانتش بتشتغل على فكرة وارده يعني زي يتعاملوا مع مشاكلهم يمكن ده الفارق الأسر زمان كانت كله بيشارك العيلة بتبقى كبيرة كله بيتفاعلوا كل واحد ليه دور كان فيه وقت وارده كان دلوقتي احنا حطينهم يعني كانهم معلبة هم جاهزين انهم بس يتفرجوا على التيفي ويلعبوا الجيمز ويعودوا على الانترنت وعملوا كذا ويتعلموا خلاص هم تعلموا ايه خلاص اروا وكتبوا وحافظوا طب هو جاهز للشغل هو جاهز المسئولية هي جاهزة للبيت هي فاهمة الحياة هي فاهمة عينيه مشارك مفيش تأهيل نفسي لده منطال بساطة حالها بسيط جدا اعودهم ان يعيشوا مسئوليات وتفاصيل بيتنا عشان هم هيكون عندهم بيت تاني يديروا بنفس الطريقة لو انا شاركتهم في الادارة دي ودربتهم ان هم مسئولين لو ربيت الطفل بتاعي ان هو طول عمره ان هو صغير وعيل وغير مسئول هيصع راجل كبير عيل غير مسئول او بنت كبيرة عيل غير مسئولة في واحدة قالت هالي بجد كده ده طول الوقت في الشغل هوش مفروض طول وقت يبقى فسحني هي عايزة طول الوقت كده وهو نفس القصة الطرفي التاني هو مستني منها توقعات خيالية هو من ناحية التانية ورده يروح الشغله وبعدين يخرج مع صحابه فهي شايفة انه لازم يكون لها وقت هي مسألة انه الثقافة وتعرف ايه مسئوليتك تحدد مسئوليتك ولما يكون عندك مشاكل ازاي تتعامل معاه هو ده اللي بيفرق ما بين الطعافين ماين شايفة انه البنات مشاكلهم ايه اكتر حاجة بتسمعيها منهم اسبابهم للطلاق بص دايما بيبقى الكمميونيكيشن او التواصل في مشكلة طريقة الصرف المختلفة دي من ده من الحاجات اللي بيتصدموا فيها يعني تستات كتيرة جدا بتيجي تقول انا بكزة فأطلب منه فلوس وهو ما بيدينيش احنا ما اتفقنا طب انتوا منتفقين على ايه طب انا عايزة ادخل ولادي كذا ومصريفي بالطريق الفرنية احنا ما تكلمناش في اي حاجة يعني ما تدير وحدها مشكلة كبيرة ان احنا ما تناقشناش فا ايه توقعاتك منه ما تقدريش تلوميه لان انا ما اتفقتش معاكي على حاجة فبتدأ هي تصرف وهو ما بيعلقش بس هي ما طلبتش الست برضو بطلت تطلب بطلت تتعود لانه بدأت تشتغل وعندها حياتها فخلاص الراجل معتمد ما انت بتشتغلي فالصرف من ضمن الحاجات اللي فيها مشكلة كبيرة جدا اختلافات التربية يعني هي عايزة تربي بطريقة وعايزة ربي بطريقة ودي بتعمل خلاف جامد جدا لانه كمان قدام الولاد بالضبط قدام الولاد وبتعمل صراعات نفسية وهي في نفس الوقت عايزة تثبت انها صح وعايزة تثبت انها صح فالعطاء بقى او الوقت هما البعض دي مشكلة كبيرة هي بقيت على طول شايفة ان انا اللي بعمل كل حاجة ومفيش وقت ليا وهو نفس الحكاية شايفة انه ده دورك طيب دكتور حاك شايف ايه بقى مسألة انه الستات والمقولات الموروسة بتاعت بحيله القطر والرجالة بقى داخل الجوازة من الاول عايزة يفرد عضلاته ويمشي رأيه بين الطرفين هي مسئولية مشتركة بين الطرفين هي بداية تأسيس اسرة وحياة احنا الاتنين بنتشارك فيها كل واحد على قد امكانياته على قد قدراته ومهم او ده يبقى باين من الاول الناس فاكرة ان الجواز بيحصل تلقائي او اما انا نتجوز هنعمل زي بابا اما 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 نمشي الحياة والحياة تمشي سهلة لا الجواز هو مسئولية احنا بنتشارك فيها انا اقدر اسعب به هو لين بيبقوا لطاف اوي وقت الخطوة بس كمان الحياة دلوقتي اكثر تعقيدا فيه يعني مواقع تواصل الاجتماعي يعني الموضوع بقى مش زي زمان معارضين لحاجات ما كايش موجودة على فكرة زي ما اقدمت لو قدمت على شغل ورايح اشتغل ومحتش قال لي اعملي اي حاجة انا دخلت الشركة كده ولاقيت ان انا اشتغل ما فيش كلام ده اتا اما بتشتغلي في job description بتعرفي انت ايه دورك في المكان ده موعيدك من ايه ل ايه مش كل ده اتفاقات هل ده قلل منهم او مني ولا بالعكس سهل علي نفس الحكاية من وجهة نظرك من المؤهل انه يقوم على مسألة مراكز التأهيل وتثقيف والتوعية للمقبلين على الجواز ويمكن ده بيتم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي من قبل الازهر الشريف شفنا تحركات كتير في هذا اخصائيين استشارات علاقات زوجية واثرية هم اللي شايفوا ده وعاشوا ده وادرين يحللوا او يقيموا ده وده بيحصل مرموطة على طول بالمنار والدين ليه دور على فكرة ده فيعني ده حاجة مشاركة ولازم الشخص يدور ده متاح الشخص بقى الزوج والزوجة بيدوروا على ده فيه ناس بتدور على ده فيه ناس بتكابر ما بنشوفهمش غير والموضوع بينتهي او الموضوع انتهى شفت واحدة نروح الاستشاري للعلاقات الزوجية ده وخلاص والناس بتتطلق وفيه بيروحوا بعد الطلاق هي نهارد اتجوزت وخرجت من الجواز طلاق بعد سنتين اتعقدت من الجواز هي جاي بتسأل هو ده حصل ليه انا ايه مشكلتي طب ليه يا جماعة ما نلحقش بدل شوية الناس بقى اللي بتلحق بدل شوية بتلاقي بيحصل تغير كبير جدا وبتفرح ان هم فعلا حياتهم باقتلق وبيقدروا ان هم يعيشوا بشكل كويس لكن المشكلة نصايح المقربين نصايح المقربين فيها وجهات نظر شخصية سواء الاصدقاء بيحصل ايه وجهات نظر نظرية وانحيازات غالبنا عنك صحيح بدون تحليل بدون دراسة زي ما بتشوف مثلا الناس بتسألنا على سوشيال ميديا بيقولك رأس الموضوع ايو المشكلة فيه والناس بتدخل تسأل بعض ويردوا على بعض الموضوع ويردوا على حالة انا عشتها مثلا ماينفعش قيم انا برد كده ماينفعش قيم لما عارف التفاصيل صحيح لان كل تفاصيل مختلفة يعني ايه المفهوم الموضوع يعني ايه المشكلة اسبابها ايه جزورة ايه واقبت كتير جدا مشاكل كان الزوجين ومتخيلين نياما لاش حال وفعلا بتتحلوا بالعكس بيرجعوا احسن لان اضطروا ان هما يفهموا بعض طلعوا لحاجة جوة ويفهموا زيجا وزيجا حالات كتير طلاق رجعوا لبعض بعد مسألات اللجوء لحد متخصص على فكرة في ناس بتيجي بمشاكل بسيطة جدا وبيتطلعوا في ناس بتيجي بمشاكل كبيرة جدا وبيكملوا بتتحل صحيح